بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السادسة أركان القراءات الصحيحة ومعلوم عند علماء القراءات أن القراءات الموجودة الآن ثلاثة قراءات متواترة وقراءات مشهورة وقراءات شاذة أما المتواترة فهي قراءة نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمر البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي وحمزة أيضا الكوفي والكسائي الكوفي هذه القراءات السبع المتواترة وأما النوع الثاني من أنواع القراءات فهو القراءات المشهورة وذلك كقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع أو قراءة يعقوب الحضرمي أو قراءة خلف بن هشام المعروف بالبزاز هذه قراءات لم تبلغ حد التواتر وإنما كانت مشهورة ومقبولة عند علماء القراءات وهناك قراءات شاذة لم يتوفر لها من السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توفر للقراءات المتواترة والمشهورة فكان شذوذها من ناحية الرواية لا من ناحية أصحابها ومثال القراءات الشاذة قراءة بن محيص وقراءة اليزيدي وقراءة الحسن البصري وقراءة الأعمش فمثل هذه القراءات تعتبر شاذة لا لأن أصحابها متهمون بشيء ولكن لأن السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوفر لها إذن القراءة الصحيحة هي المتواترة والمشهورة وأركانها ثلاثة أي لكي نعرف القراءة الصحيحة من غيرها ينبغي أن يتوافر لها شروط ثلاثة الشرط الأول ما وافقت الرسم العثماني الذي أجمعت عليه الأمة من صدرها الأول وإلى زمننا هذا فأي قراءة لم توافق الرسم العثماني ولو بوجه من الأوجه فتعتبر شاذة الركن الثاني من أركان القراءة الصحيحة ما وافقت اللغة العربية ولو بوجه من وجوه اللغة وذلك معلوم لدينا أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فما خالف ذلك يعتبر شاذا والشرط الثالث أو الركن الثالث من هذه الأركان ما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما القراءة الشاذة فهي التي لم يصح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم لدينا أن هذا الركن الثالث هو الأصل في الأركان الثلاثة كلها فغير معقول أن يصح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون مخالفة للرسم العثماني كما أنه غير معقول أن يصح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالف اللغة إذن فإن خالفت ركنا من هذه الأركان فهي قراءة شاذة ولنضرب لكم بعض الأمثلة على ذلك فمما خالف الرسم العثماني قراءة الحسن في قوله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطون وهي مرسومة بالمصحف بالياء فلذلك إبدالها بالواوي يعتبر شذوذا أما ما خالف اللغة العربية فما ورد من قراءة ولا تتبع خطوات الشيطان أو خطوات الشيطان والصواب خطوات ومثله قوله تعالى أعجزت بكسر الجيم والصواب أعجزت حيث أنها لم ترد لغة بهذا الشكل وأما ما لم يصح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع موافقتها للرسم وللغة العربية فهي ما جاء في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم ومعلوم أن قوله من أنفسكم موافق للرسم العثماني كما أنه موافق لللغة العربية ولكنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كانت شاذة فهذه أمثلة للقراءة الشاذة التي لا يجوز القراءة بها والحمد لله رب العالمين